طب هل المسئولية من وقع كلام حضرتك كده بتشير إلى أن المسئولية مسئولية الجهات تنفيذية في المحافظات فقط؟ أعيز أقول أننا بنخاطب معالي وزيرة التنمية المحلية دكتورة منال عوض أننا نريد أن نرفع من كفاءة رؤوساء الأحياء بالنسبة لفهمهم للأغدر يعني ملف الأغدر ده ملفه مهم بداية من تحضر للأغدر مئة مليون شجرة مبادرة القيارة خضراء صديقة للبيئة فأحنا نريد أن نوعي كل القطاعات التي تعمل في التنمية المحلية على أننا نحن ملف زراعة الأشجار لأن كل ما هو أغدر ليس هو شجر لأننا شجر من نوع معين هو شجر صديق للبيئة شجر يتحمل الأجواء التي نعيشها الفترة دي شجر مستديم الخضرة دائم الخضرة يعني شجر يتحمل العطش وبيقل احتياجات مائية لكي نحن مقننات الماء اللي نحن طبعا لازم نرشد استهلاك الماء فإحنا بنزرح شجر صديق للبيئة أو أشجار مسمرة داخل المدارس هل في أشجار مش صديق للبيئة؟ طبعا يعني شجرة الفيكس دي شجرة عدوة للبيئة دي بتاخد مية بشكل رهيب عايزة أشير ليه عدوة للبيئة؟ تمتص المية زي ما سيادتك أخدت كل مخزون المية الجوفية اتنين عملت شبكة عنكبوتية للصرف فعملت لي مشكلة كبيرة في أن هي في الصرف الصحي تلاتة عملت لي خلخلة في الأسوار أربعة إن شجرة ده عشان جدورها بتمتد بتمشي بشكل وبتنمو بشكل زي زي الشبكة العنكبوتية كده تلتف حوالي المصادر المية فبتعمل لي مشكلة كبيرة غير إن هي بتأثر على أسوار المدارس والأسوار اللي هي مزروعة جنبها غير إن هو الشجر لو حتى تقطع ما يتفحمش ما فيش نوع من الطيور بتقف على يعني ولا العصفير والحمام والإمام ولا الكائنات الجميلة دي تقف على الأشجار لأنها منفرة للطيور فهي الشجرة عدوة للبيع ورق الشجر ورق بلاستيكي شمعي فالصغور والمسام اللي عليه قليلة فإنتاجها للأكسجين مفيش خالص لكن إحنا البدائل إن ننتج شجرة أو نزرح شجرة تساوي 14 شجرة تانية تساوي إن هي بتدينا أكسجين لأسرة مكونة من 20 فرد لمدة سنة كامل ومستديمة الخضرة يعني الورق عليها طول السنة طبعا فده دور مؤسسة تزرح شجرة مش بس زراعة الأشجار هو رفع الوعي البيئي بأهمية الأشجار بأهمية الأخضر والأخضر ده مش شجر الأخضر سلوك الأخضر حياة فعلشان كده بنعلم أطفالنا تنمية المهارات الإبداعية للأطفال لما ظهر معالي المحافظ القاهرة للمكان وعدنا بأنه يبقى فيه في كل حي مركز للوعي البيئي تابع لمؤسسة تزرح شجر وده التخصيص اللي ممكن يتم بما نحن معانا قرار النفع العام ونقدر يبدأ أول مدرسة بيئية في كل حي من الأحياء والمدرسة دي مش محتاجة خرصانات ولا أبنية ولا فصول مغلقة ده حضيقة كبيرة تتم زراعتها بإزرح شجرة وده على ما تم أو على غرار ما تم في منطية حدايا الأوبة نحن خدنا مساحة كبيرة عملناها على مساحة تقريبا الفدان الأطفال بتلعب في ستة محطات يلوم فخار ويزرع ويرسم ويعيد تدوير مخلفات ويزور المنحة اللي عندنا عشان يتعلم العمل في جماعة وبعد كده فكرة الطاقة المتجددة إزاي يعمل مصادر الطاقة المتجددة بالخلايا الشمسية تنمية مهارات إبداعية للأطفال